ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك بمناسبة اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية حيث أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والمؤازرة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مثمنا جهود مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وموظفي المؤسسة الخيرية الملكية المتواصلة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى وتقديم الرعاية المتكاملة للأيتام والأرامل ومختلف الفئات المحتاجة في المملكة إلى جانب الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المؤسسة في تقديم العون ومساندة المحتاجين داخل وخارج مملكة البحرين مما سهم في ترسيخ الصمعة الطيبة لمملكة البحرين عالميا في مختلف المحافل الدولية وأكد سموه أنه انطلاقا من استراتيجية جلالة الملك المفدى بأن يكون للمؤسسة موارد مالية خاصة حتى لا يتأثر العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم تعمل المؤسسة على تنفيذ مشروع الأبراج الاستثمارية في منطقة السنابس حيث أن الهدف منه ومن جميع المشاريع التنموية للمؤسسة هو تنمية الموارد المالية لتعود بالنفع على منتسبي المؤسسة ومساعدة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية مؤكدا سموه أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخيرية التي تتبنىها المؤسسة مجمع استثماري مكون من 23 طابقا تكفلت ببنائها المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية سيعود ريعها للإنسانة التي فقدت زوجها ولا وجود لرعيل يساندها وللابن الذي بات يتيما تسكن فكره الهواجس لما قد يحمله القادم من الأيام إليه من جهة والمآل الذي ستأول إليه طموحاته التي اصطفت منتظرة إنفاذها من جهة ثانية انفراجة من خلالها سيداعب السرور فؤاد كل نفس لم تيأس ولا زالت تلازمها الآمال المؤسسة تكفل ما يقارب من عشرة آلاف أرملة ويتيم وهو الحقيقة الأب الروحي ممكن أن نطلق عليه للعمل الخيري في هذه البلاد طبعا كما تفضلت المشاريع الحمد لله كثيرة الموجودة والآن هذا المشروع يتكون من 23 دور فيه مكاتب طبعا كله استثمار للأيتام من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم مشروع الأبراج الاستثمارية في منطقة السنابس يأتي ترجمة للرؤية الثاقبة التي تلازم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بأن يكون للمؤسسة موارد مالية خاصة حتى لا يتأثر العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم فيكون العمل الخيري بمنأا عن أية تأثيرات اقتصادية نحن في الوقت الحاضر بدعم من جهات الملك الحكومة الموقرة سمو شيخ ناصر الحمد لله أراملنا وأيتامنا ضامنينهم من ناحية المعيشية من ناحية الصحية من ناحية التربوية بس أيضا استراتيجات الملك أنه بعد عاشر عشرين سنة يكون عندنا ضمان لأبنائنا هذا المشروع يأتي ضمن قافلة المشاريع التنموية المستقبلية التي تسعى إلى إنجازها المؤسسة الخيرية الملكية الهدفة إلى تنمية الموارد المالية للمؤسسة بالشكل الذي يعود بالنفع المباشر على منتسبي المؤسسة وكفالة الأيتام والأرامل البحرينيين ومساعدة المحتاجين للارتقاء بمستواهم المعيشي فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة داخل البحرين وخارجها مشروع يحفظ للأرملة حقها ولليتيم مستقبله الذي أودعه بيد قيادة رشيدة تهوى رسم الابتسامة على وجه من قد يفتقدونها فهنيئا لمن ساهم في عيش مستقر لمضطر يبتغي لأمانه أن تتحقق لتلفزيون البحرين محمد رشادات